عقد الملك عبدالله الثاني ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية كما شهد اللقاء توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين حول الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وفي مدينة قرطبا يترأس جاللة الملك عبدالله الثاني والملك فليب غدا جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة التي ستركز على منطقة غرب أفريقيا والساحل وستضم رؤساء دول ووفودا من الإقليم وعددا من الدول والمنظمات الشريكة للمبادرة التي أطلقها جاللة الملك عام 2015 للتنسيق والتعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب والتطرف